اشتركوا في القناة على ان الاحتلال يمارس ابشع اشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين واشارت الوزارة الى ان الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يتعاملون مع حكومة الاحتلال بانحياز كامل ولا يمارسون ضغوطا عليها للجمها عن عمليات القتل والتنكيل وسرقة الارض وادانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات القمع الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية للدفاع عن ارضهم محملة حكومة الاحتلال المسئولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني